أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله معالي الشيخة ميمة محمد الخليفة وزيرة الثقافة لافتتاح معرض الفن الأردني المعاصر الذي يقام في ساحة معرض الرواق بالعدلية بتعاون مع مركز عائشة يتيم للأرشاد الأسري وسفرة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد وغالري وادي فنان للفنون نعم ويخصص ريع المعرض الذي يقام حتى 22 من نوفمبر الجاري بالكامل لصالح مركز عائشة يتيم للأرشاد الأسري وقد أعربت معالي وزيرة الثقافة عن سعادتها باستضافة الفن الأردني في هذا المعرض يجزد قيمة خاصة للحراك الفني الأردني والثقافي عبر مسيرة تاريخية طويلة تكشف للمتابعة الاختلافات عن الاعتيادية في الطرح من خلال الإحساس الفني الراقي مؤكدة معاليها على ضرورة الاستفادة من هذه المدرسة العريقة وتبادل خبراتها مع المدرسة البحرينية التي كانت ولا تزال تستلهم نجاحاتها من المزج بين الفنون المعاصرة المختلفة وأوضحت الشيخ مي أن أهمية الفن تكمن في كونه جسرا يربط بين الحضارات والشعوب وأن اهتمام مملكة البحرين بدعم ورعاية الأنشطة الثقافية والفنية يأتي انطلاقا من أنها تمثل الوعاء الذي يحفظ ذاكرة الشعوب ويجسد نجازات الأوطان ومثيرتها في البناء في كل المجالات ترجمة نانسي قنقر